هل ما زال الخيار العسكري الأمريكي ضد إيران مطروحا؟ سؤال تبقى إجابته مرهونة بكل الطرفين الأمريكي والإيراني الذين يهربان نحو الأمام في تجنب حرب يهددان بها الساعة الأخيرة حملت تطورات ذات طبيعة سياسية متسارعة وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإن الخارجية الإيرانية طلبت من مسؤول سويسري نقل رسالة إلى واشنطن مفادها بأن إيران لا تريد الحرب وفي رسالة أخرى تحمل دلالات واضحة ذكر الحرس الثوري الإيراني أنه تجنب إسقاط طائرة عسكرية مأهلة بالجنود كانت مرافقة للطائرة المسيرة بعد استجابتها للتحذيرات الإيرانية هذه الرسائل السياسية كانت كما تؤكد مجلة فورنبوليسي الأمريكية وراء امتناع ترامب عن ضرب إيران متذرعا بمخاوف من مقتل مدنيين إذا شن هجومه حيث حشر بحسب المجلة طهران في زاوية ضيقة وشل حركتها بعقوبات قاسية من جهة ومن جهة أخرى يكون قد نفذ تعهده الانتخابية بتخفيف التدخل الأمريكي العسكري بالشرق الأوسط إضافة إلى هدف أهم حماية تصدير النفط الأمريكي والدولي وضمان معدلات أسهاره الحالية من جانبه يشير معهد بروكينغز الأمريكي إلى أن لدى ترامب أهدافا متضرفة بالفعل لكنه ليس مستعدا لدفع التكلفة الباهظة لها وكحل بديل ستواصل واشنطن خنق الاقتصاد الإيراني وهو ما يظهر عبد تجديد الخزالة الأمريكية عبر مجموعة العمال المالي العالمية الرقابة المالية على إيران لمنعها من طبيض الأموال بالمقابل تبدو إيران رغم مبادرتها بالضربة ضد أمريكا أكثر خوفا وغرقا بالفوضى وأكثر ميلا للمفاوضات مع واشنطن رغم إبدائها عكس ذلك خصوصا مع اعتراف وزير النفط الإيراني بعجز بلاده عن تصدير نفطها أو الاستفادة من عائداته الأمر الذي يعني دخولها بالمحظور والانهيار الاقتصادي إذا لم تتفاوض مع واشنطن إذن بين اللا حرب واللا سلم هكذا تترك واشنطن وطهران الأزمة مفتوحة بينهما في ملهات مستمرة كلمة السر فيها السيطرة على الشرق الأوسط مخزن ثروات هذا العالم ليبقى التخادم بين الطرفين هو العنوان الأبرز لما يجري بحسب مراقبين ويترك المنطقة على صفيح ساخن على حساب شعوبها وحدها ترجمة نانسي قنقر